خذ اللعب البالغ من العمر سبعة عشر عاماً أولاً مباراةً له مع برشلونة تحت قيادة تشافي إرناندا زمام إسبانيول بعد سنوات من إثارة العجاب في لماسيا رغم إثارة دهشة الجميع عندما تم اختيار الجناح لأسخ ماش في تشكيلة الأساسية الأولى لتشافي في مباراة الدربي ضد إسبانيول يوم عشرين نوفمبر الماضي لسيما بالنظر إلى حقيقة أن الشاب لم يدخل قائمة المباراة في أي مرة تحت قيادة رونالد كوما ولكن نظراً لأن أكاديمية لماسيا هي من تقود فلسفة النادي في عهد الرئيس لابورتا فربما لم يكن من المفاجئ أن يحصل أحد نجوم الأكاديمية في السنوات الأخيرة على مثل هذه الفرصة في مسيرة الاحترافية ولطالما كان إلياس أحد أكثر المواهب الواعدة في لماسيا حيث كان اللعب البالغ من العمر سبعة عشر عاماً بارزاً في جيلي ألفاني وأربع الموهوب للغاية في برشلونة والذي شهد بالفعل تخرج جافي إلى الفريق الأول وعلى الرغم من أن استدعاء إلياس كان جزئياً بسبب الإصابات التي تعرض لها عن سوفاتي وعثمان ديمبلي إلا أنه يبدو مستعداً للسير على خط جافي ولعب دور بارز في ثورة جافي في كتالونيا ولد إلياس لأباوين مغربيين وانضم إلى صفوف الشباب في برشلونة في سن مبكرة للغاية فقط ليتم تصريحه من قبل النادي في الوقت الذي كانت فئته العمرية تنتقل من لعب مباراة بسبع لعبين إلى أحد عشر لعب وتم اختياره من قبل فريق خيمناستيك المحلي حيث لعب لمدة أربع سنوات قبل أن يعود إلى برشلونة للزحف من أجل مرة أخرى في الفاني وسبعة عشر حيث وظهرت أندية النخبة الأخرى اهتمامها بضمه جياغيو لواكل عمال إلياس قال في تصريحات لشبكة كادينا سيرا الإسبانية كان لديه عدة أندية من أوروبا تتابع في ذلك الوقت بينما كان ريال مادريد أيضاً أحد الأطراف المهتمة إلياس مع ذلك أراد فقط تمثيل برشلونة وقذ السنوات الأربع الماضية في تعويذ الوقت الضائع حيث شق طريقة عبر مختلف الفئات العمرية وحظي إلياس خماش باهتمام أوسع لأول مرة في الفاني وتسعة عشر عندما ادعى باتريك لوفريت مدير الأكاديمية ناذاك خلال مقابلة مع كادينا سير بأنه وجد ليون الميس الجديد مع قدرة إلياس على مواجهة الظهير والدخول إلى قبل الملعب من اليمين على قدمه اليسرى بشكل يشبه الفائز بالكرة الذهبية لسبع مرات في أفضل حالاته تلك التصريحات كانت بمثابة وزن ضخم تم وضعه على اكتاف شاب صغير جداً ومن المرجح أن يحمله إلياس بغض النظر عما إذا كان سيصبح لعباً رئيسياً في برشلونة أم لا وكيل عملي إلياس قال عن تلك التعليقات هو ليس ميس الجديد وحتى لو كان كذلك فلا ينبغي أن يقال أن تكون ميس أمر مستحيل عملياً وضعف إنه لعب عظيم يتمتع بإمكانيات هائلة إنه يتدرب جيداً في برشلونة وما يدور في رأسه واضح للغاية إنه مهتم فقط بكرة القدم وظهرت هذه السيمات الشبهة بميسي في الأشور الأولى من موسم 2021-2022 لكن من النادي والمنتخب حيث التزم إلياس بتمثيل إسبانيا على الرغم من عائلته المغربية في بدايته الرابعة فقط مع برشلونة بي سجل إلياس دفيني أمام إشبيليا وأتليتيكو في أوائل نوفمبر حيث حصل أولاً على مساحة بين الظاهير وقلب الدفاع يضع تزديدة بالقدم اليمنى في الزاوية السفلية وبعدها أطلق تزديدة بالقدم اليسرى أثبتت التزديد أنها كانت من على غاية القوة ولم يتمكن حارس المنافس من التعامل معه ويعتقد أن الشاب الصغير سيحتاج في النهاية إلى زيادة حجمه بينما يخطو خطواته التالية في مسيرته لكن عندما تكون الكرة تحت قدميه هناك عدد قليل من الشباب الأكثر إثارة منه في أي مكان في إسبانيا وشاف يعرف ذلك بالفعل يبقى فقط أن نرى ما إذا كان بإمكانه الوصول إلى مسيرة رائعة مثل بوسكتس أو ميسي ولكن ليس هناك الشك في أن رحلة إلياس تستحق المتابعة